نمر إلى المداخلة الموالية مع الدكتور الأستاذ هشام عطوش أستاذ بجامعة محمد الخامس بالربط مداخلته في موضوع واقع وأفق الابتكار في العالم الإسلامي على ضوء التصنيف العالمي للابتكار فله الكلمة مشهورة شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله إن كان أمكن أن أشاطركم نعم ستساعدكم إدارة تقنية إن شاء الله واضح 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 للدكتور هشام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أتخذنا شكر جزيلا لكل قيمين المؤتمر الدولي الأول حول البحث العلمي عن بعد في موضوع وظيفة البحث العلمي في نظرة الأمة وهو من المواضيع الحساسة كما يقال والتي بها نهد الدول واحتراما للزمن واحتراما للألقاب فكل بلقبه فشكرا لكم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم على أهل وصحبه أجمعين أتقدم بين أيديكم بواقع وأفق الابتكار في العالم الإسلامي على ضوء مؤشر الابتكار العالمي بحيث أن البحث العلمي مخرجه الأساس الظاهر هو الابتكار وبالتالي فالوقوف على حقيقة يعني الوضع في البحث العلمي لا يتأتى إلا بمخرجاته إن صح التعبير لذلك ستقدم بين أيديكم بعرض في أربع نقاط في عجالة أولا منطلقات طيرية ثم توضيحات حول هذا المؤشر العالمي للابتكار الذي أخذته كمرجع للحديث عن العالم الإسلامي يعني واقع وأفق الابتكار فيه وبطبيعة الحال سأعرض للخلاصات الأولى لهذا الورقة البحثية التي هي واقع الابتكار في العالم الإسلامي وأفق تجويده وتطويره من خلال منطلقات أولا سبق وأن ذكرتم وجل المداخلات منذ الصباح يعني لا المداخلات الافتتاحية ولا حتى مداخلات الجلسات أكدت على وظيفة وأهمية البحث العلمي في تطور الدول وأنا أركز في أنه في عالم المعرفة فالوجه الضائر للبحث العلمي هو الابتكار وبالتالي فهو حاسم في نهوض الدول ولا أدل على ذلك ما كان في يعني جائحة الكوفيد-19 من سبق لقاحات وأيضا ما هو حاصل اليوم مع إخوانينا في غزانة صرارهم الله من هندسة عكسية من هندسة عكسية وأهميتها في يعني مواجهة العتيلة ثم المسألة التانية حينما نتحدث العالم الإسلامي فقد وجدت إشكال وبالتالي كان يعني المرجع الأساس لحسب ما قد أسميه بالعالم الإسلامي هو المعطيات دول الأعضاء بمنظمة تعاون الإسلام وبالتالي هناك دول إسلامية غير عضوة في هذا المنظمة مثل البصنة والهيرسك على سبيل المثال والتي لم يشملها يعني حصرنا لهذا الموضوع وهذا يعني موضوع آخر يجب يعني تطويره هو الحديث ثم أخيرا في هذه المنطلقات أخذنا واستعملنا التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي بالمختصر ويبو وخاصة تقرير يعني التاني لها وهو تقرير 2012 لأنه شمل يعني عينة كبيرة من الدول بلغت 141 دولة وهو أقرب من التقرير الحالي للأخير الذي صدر سنة 2023 والذي يعني هذا التقرير يشمله منذ ثلاث سنوات 132 دولة السؤال الجوهري هو واقع وأفق تجويد منظمة الابتكار في العالم الإسلامي والمنهج التي اشتغلنا بها هي منهج استطلاعية خليلية مقارنة وحسب علمنا وإلى حدود ما طلعنا عليه حتى منظمة يعني الويبو فأيات تجعلوا تصنفها إما حبر المناطق الكبرى للعالم مثلا أوروبا الولايات الأمريكا آسيا أو تضعه حسب دخل الدول ولا تضعه تصنيفا مثل تصنيف الذي تقدمنا به الذي هو تصنيف العالم الإسلامي وفي اعتقادنا هو أول يعني جريبة في الباب فلذلك سمينا بمنهج استطاعية تحليلية ومقارنة من خلال محطيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية توضيحة حول هذا المؤشر العالمي الابتكار لمن لا يعرفه هو مؤشر الابتكار العالمي هو أدق تصنيف عالمي حاليا معتمد في مجال الابتكار ولكنه لا يشمل كل دول العالم إذا ذهبنا إلى مثلا منظمة الأمم المتحدة فهناك زياد من 200 دول في حين أن مؤشر الابتكار العالمي لا يشمل إلى 132 دول لماذا؟ لأن هناك بعض الدول التي لا تتوفر حولها معطيات الكافية عبر الزمن أو أن هذه الدول يكون فيها مؤشر الابتكار ضعيفا إلى مستوى أنها لا تدرج تصنيف هذه الدول يتم عبر قياس مجموعة من المؤشرات التي تأتي به هذه المنظمة من مصادر دولية متعددة حسب الطبيعة المؤشر ثم هو مؤشر مركب يعتمد مؤشرات وسيطة ولكم هذه الخطط في عجالة مؤشر الابتكار العالمي يعتمد مدخلات الابتكار ويعتمد مخرجات الابتكار ويصنف الدول حسبها في مدخلات الابتكار هناك طبيعة المؤسسات الدولة معينة من محيطها السياسي محيطات الدايمة محيطة أعمالها هناك أيضا مدخل رأس المال البشري والبحث وهنا يظهر بأن البحث العلمي ليس إلا جزء من المنظومة الكاملة للابتكار وهنا يأتي كل ما يرتبط بقطع التربية وقطع التعنوين العين والتنمية ثم هناك البنية التحتيات ثم تطور السوق ثم تطور مناخ الأعمال وفي المخرجات نجهد المخرجات المعرفية التكنولوجية من قبيل القدرة على إنتاج براءات الاختيرة على سبيل المثال الإنتاج والتأثير والنشر بطبيعة الحل وهناك ما يرتبط بكل ما هو إبداع عن بعد وما إلى ذلك بطبيعة الحل في عرضي والذي شاطرته معكم على هامش هذه المدخلة ستجدونه في الحوار وضعت لكم نموذجا في الملحق لطبيعة التفصيل الذي يكون في هذا الباب لنذهب في عجال اللي واقع الابتكار في العالم الإسلامي المداخلات السابقة كانت تصنيف العالم الإسلامي وكأنه كل واحد في حين إذا ذهبنا في مثل هذا المؤشر فنجد أنه ينقسم لأربع أصناف الدول الإسلامية هي على أربعة أصناف من خلال تصنيف وهناك الدول الإسلامية الرائدة في الابتكار وهي الدول يعني هي ثماني دول ولكن دولة واحدة تتميز لأنها في الربع الأول من الدول حينما نقول من الربع الأول يعني الدول مصنفة من واحد إلى تلاتة وثلاثين أول دولة عالميا هي سويسرا يعني الدولة التي تدخل في السياق الواحد إلى تلاتة وثلاثين دولة هي دولة الإمارات العربية المتحدة وحافظت تقريبا على هذا التصنيف منذ 2012 إلى عشرين ثم هناك يعني مجموعة من الدول الأخرى التي تأتي في الربع الثاني ولكن أيضا تعتبر رائدة في المجال منها ماليزيا الجمهورية التركية المملكة العربية السعودية دولة قطر جمهورية اندونيسيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة كويت ترون في العرض الذي أمامكم هو أن هناك خانات في الثلاثين بالأخضر وخانات بالأحمر خانات بالأحمر هي تلك الدول التي فقدت مراتب مهمة منذ 2012 إلى 2013 من دولة قطر ودولة الكويت في حين أن هناك دول صاعدة إنسحة التعبير ويد توركيا واندونيسيا وإيران في مجال الابتكار ثم الصنف الثاني من الدول هو الذي نسميه بالدول الإسلامية ذات الأداء المتوسط في الابتكار نعم من فضلكم دقيقتان مرحبا مرحبا إذن هناك دول ذات الأداء المتوسط في الابتكار ولديكم اللائحة ومنها بعض الدول التي كانت متوفقة من قبيل المغرب وأسباكستان وباكستان وأخرى فقدت مراتبها الصنف الثالث وهي ذات الآداء الضعيف في الابتكار ولديكم اللائحة ولكن توا إن كان هذا ضعف هناك دول تتحسن منها نيجيري على سبيل المثال كود ديفوار وجمهورية النيجر ثم وهذه ملاحظة مهمة هناك دول غير مصنفة وعددها تقريبا 21 دولة حينما نقول غير مصنفة بمعناه إما معطيتها غير متوفرة ونأخذ على سبيل المثال حالة العراق وسوريا وأفغانستان أو أن دول لم تصنف من قبل ومنها مثلا عجل الله بالفراج دولة فلسطين لأداب في عجلال وفق الابتكار في العالم الإسلامي أي ما هي التجارب التي يمكن أن نأخذ بها للتجويد التجارب التي يمكن أن نأخذ بها بالتجويد هي مثل اقتصادات المتفوقة التي لها قدرة نموية شبه ضعيفة أو متوسطة لكنها تجد في باب الابتكار وهنا تحضر هنا أندونوسيا تونس الأرض والمغرب أوسفاكستان فاكستان والسينيغال كدول رائدة بمعنى أن مدخولها ومستوى تنموي متوسط أو ضعيف لكنها تستطيع على كل أن تبتك هناك أيضا دول أغرامة أن لها مدخلات مهمة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية وقاطر والبحرين وكازاخستان وألبانيا وأذربيجان لكنها لا تجده بشكل كبير حتى وإن كانت تصنف في المعالي فمخرجاتها متوسطة في حين أن هناك دول أخرى مدخلاتها قليلة من قبل توركيا إيران والمغرب واتونس وباكستان ولكنها مجتهدة أختم بشكل عام هناك تصنف أيضا بالمدخلات والمخرجات للدول الإسلامية فحتى وإن كانت الدولة مصنفة أولى في العالم الإسلامي من قبل الإمارات العربية المتحدة فما يصنف ها في ذلك هي مدخلاتها في حين أن مخرجاتها إذا رأينا هنا في الختام المخرج رقم واحد والمخرج رقم جوج فهي ليست في المستوى العالي لأداء المتوسط أيضا لأداء الضعف حينما نقول لأداء الضعف يكون ضعفا في المدخلات عموما وفي المخرجات باستثناء مثلا البينين وأوغاندا التي مثلا مؤسستها داعمة للإبتكار ختما هناك تساؤلا إن سمحتم سدعب البسط وهذا يعني هذا البحث الاستطلاعي أعتقد أو يحتاج يحتاج إلى يعني صبر أغواري أكتر حتى باستعمال هذا المؤشر وأدعو يعني أيضا باحثين آخرين إن كان لهم الرياحية أن يشتغلوا أيضا في هذا المجال ما يمكن يتبدو التجارب ولأننا قلنا بين الإعلام الإسلامي على أربعة أوضاع على الأقل وما سهل الابتكار المفتوح بين هذه الدول اللي يدعموا بعضها بعضا من له مخراجات يساعد أصحاب الضعف في المخراجات ومن له يعني مدخلات مهمة يساعد فهذا ما يسمى بالابتكار المفتوح سيكون مهما وللأصالة وللابتكار معناها وجودتها وشكرا جزيلا لكم كل الشكر وتقدير لكم دكتور هشام على هذا العرض القيم وفي أنه قد لامس مربط الفرض في مسألة البحث العلمي وهي نقطة الابتكار والإبداع وما يلازم ذلك من مؤشرات واضحة فأرجو أن تكون الإشارات التي أرتموها مفتاحا لتنبيه من يجب تنبيه في هذا